هنك بشر نحسب الأيام بحركة الشمس والقمر فمن دون شمس وقمر ما راح نقدر نحسب الأيام يعدي يوم يومين ثلاثة أيام ومن داري ونفسك أعمارنا بتتلخبر فمن دون شمس وقمر ما راح نقدر نحسب الأيام في الشمس والقمر مخلوقين من مخلوقات الله سبحانه وتعالى تعتبر مثل الساعة وضحها الله سبحانه وتعالى لنا بس قبل خلق الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر كيف كانت الأيام؟ خاصة بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في ستة أيام سبحانه وتعالى فيها الأرض والسماوات وما بينهما بس هذه الأيام طولها مو بزي أيامنا أبدا لأنها كانت هذه الأيام قبل خلق الله سبحانه وتعالى للشمس والقمار موضوع حلقة اليوم عن طول الأيام عند الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبينا واجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين كيف حالكم إن شاء الله نكون بخير وأموركم إن شاء الله طيب أولا قبل ما نبدأ بموضوع اليوم لازم نعرف ليش الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في وقت محدد مع أن الله سبحانه وتعالى هو الملك وإن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يخلقها بكلمة واحدة كن فتكون السماوات والأرض في إيش الحكمة وراء خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في وقت محدد أولا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر معي كل شيء موجود ونشوفه له قدر معين في اللوحة المحفوظة وكتوب عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء نشوفه على وجه الأرض الآن نلقى له وقت محدد في المولود ببطن أمه يجلس تسعة شهور ولها مراحل يتكون فيها الجنين مع أن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يأمر هذا الجنين أن يكون فيكون هذا الجنين لكن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الجنين تسعة شهور يتكون فيها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فكل شيء له قدر معين فمثلا الشجرة لا تنمو إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ونمو الشجرة هي استغرق وقت والله سبحانه وتعالى قادر بأن يأمر هذه الشجرة كوني فتكون لكن الله سبحانه وتعالى لا حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فالوقت أصلا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو بيد الله جعله الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب على الأرض فما في حدث نعرف على وجه الأرض إلا وللوقت دخل فيه فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فهذه ستة أيام مقدرة من الله سبحانه وتعالى مثل ما المولود يجلس في رحم أمة تسعة شهور ومثل باقي مخلوقات الله سبحانه وتعالى اليوم موضوعنا بيرجعنا إلى ما قبل خلق آدم لخلق المكان اللي عاش فيه آدم عليه السلام اللي هي الأرض والسماوات أكبر مخلوقين خلقهم الله سبحانه وتعالى بعد العرش خذلك شي تاكله ولا تنسى تتبعني في كل السوشال ميديا أكتب أنسى أكشن وبإذن الله العلي العظيم برح أحضر عليك من دوم نطول بسم الله الحين خلنا نرجح للوراء إلى ما قبل وجود هذا الفيديو فقد مر على كل واحد مننا سؤال يخاف الحقيقة يطرح تحس أنك بتاكل دنوب إذا طرحت سؤال يدور في ذهن كل واحد مننا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض صحابي من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بالنيابة عنه كله طبعا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي ولم ينكر علىه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء وهذا الحديث موافق لما في القرآن فقال الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء في قبل خلق السماوات والأرض كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء وصيفة الماء هذا مو بزي الماء اللي موجود على الأرض في الماء هذا له تركيب مختلفة تماما لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى والعرش هو كرسي الملك وعرش الله سبحانه وتعالى عرش عظيم جدا فهو عرش يليق به سبحانه وتعالى يقول الشيخ ابن بهز رحمه الله هو كالقبة على العالم وهو سقف العالم كلها وهو سقف الجنة أيضا فهو سقف العالم وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو عرش الله سبحانه وتعالى فالعرش هو سقف كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا العرش جعله الله سبحانه وتعالى على الماء تخيل أن هذا الكون اللي جالسين نعيش فيه محيط بهماء من جميع الجهات وعرش الله سبحانه وتعالى فوق هذا الماء فالعرش هو سقف كل مخلوق تركيز بسيارة ونرى ونرى الجهز بجميع رغم الأوان التطبيق إلى المنطقة ليست سيطاع أرهب ونحن تقصد باستمر ونطرع الزجارة نحن مستطاع والمحيدة الزجارة 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 هذه الزجارة منك أنك تقصد حين أنه حتى ان اعلى منازل الجنة اللي هي منزلة الفردوس الاعلى سقفها عرش الله سبحانه وتعالى مباشا يعني سماء الفردوس الاعلى عرش الله سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والارض والفردوس اعلى ها درجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوقها يكون العرش وفي رواية ثانية وسقفها عرش الرحمن فالله سبحانه وتعالى مستوي على هذا العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى ومن بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش والماء خلق القلم فأمر الله سبحانه وتعالى هذا القلم بأن يكتب مقادير كل المخلوقات إلى قيام الساعة فكتب هذا القلم في لوح يسمى باللوح المحفوظ وهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من بعدها خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات وهم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى فخلق الله الأراضين السبع في أربع أيام فقال الله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وبكذا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في أربع أيام يومين خلق الله سبحانه وتعالى فيها الأرض ويومين جعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ومن بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض خلق السماوات السبع في قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرح قالتها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم وفي هذه الآية دلال على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع في يومين وأوحى في كل سماء ما أراده الله سبحانه وتعالى وخلق في كل سماء مخلوقات حن ما نعرفها ومن هذه المخلوقات هي الملائكة وأما السماء الدنيا فزيّنها الله سبحانه وتعالى بنجوم وهي النجوم اللي نشوفها في الليل وقالوا أهل الذكر وأهل التفسير بأن لكل أرض من أراضين السبع سماء من السماوات السبع وأدنى السماوات السبع لنا هي السماء الدنيا اللي زيّنها الله سبحانه وتعالى بالنجوم وفي كل أرض وسماءها من المخلوقات اللي حن ما نعرفها والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وهذه السماوات السبع والأراضين السبع يعلوها ماء بحر ضخم جدا 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 وفوق هذا الماء عرش الله سبحانه وتعالى والكرسي واللي يحملون تمانية من الملائكة والكون هذا كامل تحت هذا الماء وبكذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام أربع أيام خلق فيهم الأرض وهي همين خلق فيهم السماوات يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المعب ليبلوكم أيكم أحسن عملها بس تصبر شويتين الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل السماوات لأنه ذكر في الآيات الأخرى في آيات أخرى أكثر من آية خلق الأرض قبل السماء وخلقهم الله سبحانه وتعالى في أربعة أيام كيف كانت هذه الأربعة أيام قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر أربعة أيام قبل ما تخلق السماوات حتى وحنا نعرف بأن الأيام تمشي بحركة الشمس والقمر عشان تعرف ان مر يوم تعرف بان الشمس غربت وشرقت من جثة الزمان كانت اذا غربت الشمس يقولوا له يوم واذا مضى ليل يقولوا له ليلة تلقى بعض الناس الى يومك هذا يقولون يوم وليلة اللي نسميه في ايامنا الحين يوم كام كانوا زمان يسمونها يوم وليلة او يوم بليلتها بس قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات تحدث عن اربع ايام خلق فيهم الارض اكيد ان لها حسبة ثانية فيقول ابن تيمية في تفسيره لهذا الموضوع لموضوع الست ايام هذه يقول فلا ريب ان تلك الايام التي خلقت فيها السماوات والارض غير هذه الايام وغير هذا الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الافلاح وتلك الايام مقدرة بحركة اجسام موجودة قبل خلق السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى اعلم بها هنا انا بديت ابحث عن هذيك الايام وتعمق ايش هذيك الايام كم كانت مدة هذيك الايام فوجدت بان اليوم عند الله سبحانه وتعالى مدة مختلفة عن أيامنا أيامنا حنك بشر مختلفة عن الأيام عند الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يعني اليوم الواحد عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما نعد نحن فيقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير لهذه الآية قال من الأيام التي خلق الله فيها السماوات وهذا يوريك قد إيش هذه الدنيا قصيرة لأن يوم نقف أمام الله سبحانه وتعالى تكون مدة الأيام مختلفة تماما فسبحان الله الأيام عند الله سبحانه وتعالى مختلفة جدا عن أيامنا لنحسبها الحين فاليوم عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة من سنواتنا هذه يعني ما مر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى إلا يوم نصف فقط 1400 سنة يوم واحد وتقريبا نصف يوم إلا شيء بسيط وهنا تعجبت فعليا من عظم خلق السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام والله سبحانه وتعالى في نفس الوقت يقول لنا بأن اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون فقالوا أهل الذكر وأهل التفسير بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام بس الأيام هذه مختلفة تماما عن أيامنا بل هي كألف سنة مما نعد نحن فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسيره لآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فقال فهذه من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة يعني السماوات والأرض خلقهم الله سبحانه وتعالى في ستة آلاف سنة أربعة آلاف سنة خلق فيهم الله سبحانه وتعالى الأرض وألفين سنة خلق فيهم السماوات السابقة هذا الأمر خلاني أبحث أكثر في نهاية هذا الخلق العظيم كيف تكون النهاية؟ فلو نستوعب أن يوم القيامة هو يومها بس كم طول هذا اليوم؟ رحت وتبحرت ولقيت أن يوم القيامة ليس بس يوم واحد هي أيام بل سنوات يوم واحد لكنه طويل جدا يحاسب الله سبحانه وتعالى فيه كل البشر بل كل المخلوقات وكل البشر من آدم عليه السلام إلى آخر لحظة كلهم يحاسبون يوم القيامة في هذا اليوم طويل جدا فيقول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والآية هذه تتكلم عن مدة يوم القيامة مثل ما قال المفسرين أن مدة يوم القيامة خمسين ألف سنة في النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة يعني ما يطلع زكاة هذا الكنز أو هذا المال إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبين حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة واللي هو يوم القيامة ففعليا يوم القيامة هو حباره عن خمسين ألف سنة يوم واحد لكن مقداره خمسين ألف سنة بس الله سبحانه وتعالى ما يجعل المؤمن ينتظر هذه الفترة كاملة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومه خمسمائة عامة في النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اليوم الواحد في يوم القيامة في اليوم الواحد كألف سنة ونصف يوم خمسمائة سنة في النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم ونصف هذا اليوم خمسمائة سنة وفي حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم رواه سعد بن أبي وقاص يقول إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يومه فسألوا الصحابة سعد بن أبي وقاص كم نصف ذلك اليوم؟ فقل لهم خمسمائة عامة فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل هذا اليوم طويل جدا على الكافرين وأصحاب الكبائر فأول من يدخل الجنة المؤمنين المسلمين من الفقراء ومن بعدهم الأغنياء ويمدد هذا اليوم على الكافرين وأصحاب الكبائر ويجعلهم موقفين في هذا الحر وفي هذا العطش كنوع من العذاب والعياذ بالله أما المؤمنين اللي قلبه مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون مختلف عليهم تماما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدل الشمس للغروب إلى أن تخرج في حنى الحين في الدنيا لو تلاحظ يوم يجي الغروب بتحس أن لحظة الغروب جدا سريعة أسرع مما تتخيل شوف الشمس على وشك الغروب لكن فجأة وفي لحظات إلا بالدنيا ظلام دامس ما ترى مدت يدك فيكون الأمر سهل على المؤمنين ومختلف تماما عن الكافرين وأصحاب الكبائر فحتى أن المؤمن أول ما يخرج من قبره في يوم الحساب لا استقبال خاص مختلف عن باقي البشر فأول ما يخرجون من الأرض تتلقاهم الملائكة وتهديهم فيقول الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدوا فاللهم اجعلنا من المؤمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ويقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم آمين إلين هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم هذه الحلقة من سلسلة البداية والنهاية واللي مفروضنا تكون الحلقة الأولى واللي تتكلم عن خلق السماوات والأرض فأتمنى أن الحلقة نالت على عجابك ألين هنا نشوفكم إن شاء الله العلاقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة